وجود أمني كثيف وحالة من الترقب والحذر مع بزوغ شمس يوم جديد أعقب ليلة شابتها اشتباكات عنيفة بين عدد من المسلمين السلفيين في مصر والأقباط هنا في حي مبابا أحد الأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية بالقاهرة الكبرى بدت الأوضاع حاليا تحت سيطرة رجال الأمن إلا أن الكثير من الأسئلة تطرح حول تداعيات هذا الحادث الأخير وإمكانية تكراره فالنيران التي التهمت أجزاء من كنيسة مارمينة بعد أن حاصرها المئات من السلفيين أشعلت معها الكثير من المخاوف بشأن عمق الاحتقان الطائفي في مصر بدع قتلى وعشرات الجرحى ودوي رصاص خلال الاشتباكات التي اندلعت بفعل هذا الحصار السلفيون من جانبهم قالوا إنهم كانوا يريدون إعادة فدات مسيحية أعلنت إسلامها وتحتجزها الكنيسة عبارة تكررت في مصر خلال الآوينة الأخيرة وتكررت معها حوادث العنف الطائفي أما النيسة فتنفي احتجاز أي شخص وتنظر لمثل هذه التحركات في إطار ما يشك منه الأقباط في مصر ألا وهو تعرضهم للاضطهاد وكانت الكاتدرائية رئيسية في حي العباسية شرقي القاهرة شهدت قبل أيام قليلة وقفة تطالب بمعرفة مصير كاميليا شحاتة وربما كانت كاميليا هي الإسم الأبرز في قضية المسيحيات المعتنقات للإسلام إذ يزعم البعض أن الكنيسة تحتجزها أيضا رغم إرادتها إلا أن كاميليا ظهرت في وقت سابق على شاشة أحدى القنوات التلفزيونية المسيحية لتنفي اعتناقها للإسلام وحتى الآن يبقى ملف الطوطر الطائفي في مصر مفتوحا لتكثر بشأنه التكهنات والاستفسارات سالي نبيل بي بي سي